مرحبا تحياتي مشتركين قناتي جيد اوكس رينك اذا انت جيت عقلنا تلسل الاشتراك وتفعيل جرس عمود يوصلك كل جديد اذا انت يشاهدني والمرأة اني اسمي توفيق موضوعنا اليوم علامات الحمل على الكلب وشون نقدر نعرف انه كلبنا حامل او لا نتعرف عليها بعد الانترو اول شي انه انت عندك اختيارين طبعا الاختيارين بعد الشهر انه تشوف اختيارين لاسبك اما تأخذ الكلب وتودي انه تسوي له زونر وبين اياك انه الكلب هذا حامل او لا اختيار الثاني انه تشوف انه اكوشالات انت متعلم تشوفه على كلبك مثل انه الصدر من نهاية من جهة الرجلين انه تحس صدر الكلب انه انتفخ فانه برز شوية هاي احد العلامات علامة الثانية ان تشوف الكلب اكل مفرط مو متعود انت تشوف هذا الشيء يعني انه الشمل تخلي له من اكل احياكل اكلات مشان يحبها تخليها انه ياكل تحط لدراي شوف احياكل زين هاي انه انه ان شاء الله الثانية عرفناها شاء الله الثلاثة لانه تقدر تعرف منها انه هي حامل او لا ستشوف انه همين شوف انه عليها النوم كلش هواية انه دائما نايمة دائما يعني ما عدها حركة ما عدها انه تلعب مثل قبل حركتها تكون كلش قليلة بعد هاي الفترة بعد شهره تقريبا ونحش شهر ونص ستشوف انه شاء الله تلخ مهمة نفس الشيء الصدر اليوم من جهة الرجلين ستشوف انه بدأ ينتفخ واحتمال همين بعد فترة انه ينزل حليب تقدر انه تشوف انه دين ينزل حليب او لا هاي من من العلامات طبعا بهذه الفترة انت نازم تعرف انه انت تخليها المكان وتعرفها وين مكانها واذا عندك الكلاب ثانية بالبيت تخليها انه تكون معزولة عنهم خليها تكون غرفة واحدهم عالمون انه لا هي الله يقدر اذا خافت على جراواتها توجوز تاكلهم او تأذيهم يعني القصر من عندها نازم تكون مكان واحدهم ومن تولد انه ما تشوف انه دائما الكلاب يدخلون عليها ويطلعون بحالة انتك عندك عندك كلاب ثانية فقلنا نازم نتحضر انت المكان وتحضر جاهزة للمكان دائما خلي مثلا انت انت بداخل البيت مثلا تحط لها فرشات فحط لها فرشة وفرشة ثانية انا اموت انه هاي فرشة ثانية انه هتتتوصخ كلش بوقت الولادة فانت مجرد ما تشيل الفرشة هتتتطلع الجوات النظيفة وتبقى عائدها بحيث انه هاي فرشة انه متكون انه يعني تخيني شوية عمودة توصخ الفرشة جواتها وما تضطر انه انت متتحمل الاجراوة مجرد ما انه تسحب الفرشة وتخلي الفرشة النظيفة موجودة جواتها اهمش قلنا نحضر مكانها لا تخليها انه يمشوش هنا وهنا لا خليها انه وين مكانها وش فيها وين ترتاحها على اغلبية حت تختارها من مكان بس خلي انه ما صابت اياك اختارها مكان معزول على الكلاب الثانية او انه على الناس والخطار والناس التي تجيلك فتكون انه هي واحدة ومرتاحة اخر يوم من الولادة حتشوفه انه حتم تنعمل اكل ابدان لا تخاف عادي هذا شيء طبيعي انه جهزت للولادة هي فامر كلش طبيعي لا تخاف وش رو تلوخ انه حتشوفه انه دائما من قاعدة من مكانها بهذا اليوم ما تطلع من مكانها انه هي تتحضر نفسها لولادة وعن انت من الناس اذا ما عندك صبر وما عندك طولة بال ما انصحك ابدا تخطوها لخطوة وتسويها لانه هيحتاج لك من عندك وكد هيحتاج من عندك جهد هيحتاج من عندك تعب هيحتاج من عندك مصاريف هاي كلها امور نازم تحطى بالك قبل تسوي هذه الخطوة انه الزاوج الكلب لان اموره هواية نازم تلزمك بالبيت طبعا اذا جاءت عايقتي شنو هي والتعب وشنو هي المصاريف اوش يتعب فترة بعد الحمل لازم انت دائما تساعد للجراوة همين برضاعتهم ان يجبهم حليب وتتقدم الحيب لها للجراوة الله لا يقدر يجزد فترة تحمل الكلب عندك يتعب ويصير عنده نقص مثلا بالفيتامينات نقص بالكاليسيوم لازم هاي كلها امور وتعالجها وأدوية فكر بيها قبل ما تستعجل بهذا القرار احبتوا هاي حقا ادعمونا باشتراك و لايك تحياتي لكم